جميعا جميعا جيداتكم عليكم وصفة حلقة غروف معتل المكوزة طبق من طرات الججلي يوجد الكثير بعد البنين لا تريد حتى ما يحبوش نستعمل فيه السميد نستعمل فيه الزيت نستعمل فيه عندي هنا في كيلو تاع السميد نصف كأس تاع الزيت وملعقة تاع الخميرة تاع البولانجي وحلال ويفور ملعقة تاع السكر ست بيضات وليترات الحليب بيش نلمو وده كان ما كفا كم نزيدو دو كان نحطي هنا السكر مع الخاميرة نزيد عليهم الخاميرة تاع الخبز بلتو الخاميرة تاع العلوفيق تاع الحلوى ندخلهم مليح حتى يتجنسوا مع بعض ونحط الملح ونزيد نبسسهم بالزيت نبسسهم مليح بالزيت نبسس الملح في السميد بالطريقة هذي حتى يدخلوا كامل المكونات مع بعض بعد ما ندخلهم مليح يدخل قبالة ازيت هذك في السميد ديالي نبدا نزيدو في الحليب نزيدو في الحليب العظام ما نزيدوهم جدوكا بعدا في الاخير خلاص نحطو الحليب شوية وندخلو في السميد حتى نتحصلوا على الكاوام المطلوب في الاخير نوري لكم ونعجنوا داخل مليح يجي بالزفخ في هذا غروف يجي مليح يجي طري ما يجي الشارف ونحن نطيبو ماشي في فتاجين ونحن نطيبو في البنكلات في هذو كتاع الطيفال ما ممدي ما عندوش طابونا والله يقدر يخدموه هنا يا زي تكملت الكمية الاخيرة على الحليب وقيل هنا يوم ما كفانيش جديد شوية تعمى ما دافي بسكو ما زال عاصي كما تشوفو في الكاوام المطلوب ما زال عاصي شوية مع القريزية تلو ما زال وحاولو تفتتو هدو كاوام المطلوب وحاولو تفتتو هدو كاوام المطلوب يقعدو الداخل لازمنا نفتتوهم مليح نايا زيت الما كيما كوت لكم المادة فيه ودخلت فيه كي تديرو هكدا حاولو هدو كاوام المطلوب لداخل تفتتو هدو كاوام المطلوب باش يتلق لكم ما يقعدوش هدو كاوام المطلوب وعلا هكدا وهدا في الاخير ما نودموهش بالزوبدة ولا نودموه بزيت زيتونة باش يخطو بتاع الجديد يجي بزيف بنين به معربوه وضع باللفت يعني ما عندي ما نقول كيوم شوف هكدا نديروه بالطريقة هكدا نخبطو هكدا بشي يجي خفيف ونفس كامل يخرج شوف ما زالو دي قريمو شوية دو كايانا نخليه يخمر دو كاوام المطلوب دو كاوام المطلوب تحرارة الكوزينة نخليه يخمر دو كيسا ومبعد نوليو الاسويت نخليه يخمر هكدا نغلفوه بين طرشان ونخليوه يخمر وهاكدا بعد ما خمر شوفو كيش تضاعف الحجم التاعو هنايا شوفو الكاوام هنايا وعاسي شوية ما زال نزيدو شوية تاع الحليب ولا تاع الماء اللي عندو الحليب يزيد الحليب اللي ما عندوش الحليب يزيد الماء هنايا نزيد العضام دوكا ونخبطوهم بالفرشي طا هكدا ولا بالملعاكا مش ندخلهم في الخميرة مش يتجانس الخميرة مع البيض بالطريقة هذي يعني المبتدئات اللي عمرهم ما خدموه لو يخدموه بالطريقة هذي راح ينجح معها من اول مرة ستكون يعني طريقة ناجحة مئة بالمئة اللي يتبعها هكدا خطوة بخطوة ينجح فيها ويجيه ما صايرش يجيه بنين بزاف دوكا زيت مادا فيه كما كنت لكم ونقعد ندير هكدا بطريقة هذي ندخل فيه بالملعاكا باشي نخدموه مليح للخميرة هذيك تولي طريقة و تولي مطلوقة مليح شاف كيش ولت ولت غاية دوك هنه ينروحون طيبوه هنه ينروحون طيبوه هنه يزربت شوية الفيديو باش مجيكي مش بزاف الطويلة موميلا هنه يشوف نحطو طبكة الأولى حطوه حتى تنزوج اغنجة هذك تقلد البطاوة كل واحدة الطواة كانت كبيرة كانت صغيرة ذوكي طيب نحيه هدا اللي ولاني رح نديره بلابصل بدون يبصل نجيد الطابقة نجيد التانية وحتية الزوج نحاول نكملها هكدا على الطواة كامل ونحاول نغلف به شاف بالطريقة هذي ذوكي نحيوه ساهل حتى تنزوج يجب نحيوه من أول مرة تخدمها نورمال نجيد نقلبه باسكو شوية بيط مننا بالطريقة هذي هكدا بطريقة هذي هكدا وحالا لو كان نخدمها نخلص الكاملا فيديو نغمال يجيكم بزاف طويل الفيديو ويجيكم بموميل مستحق ذا زربتها شوية بالدمة بيش على كل حال تقدروا تشوفوها نورمال ماشي مزربة بزاف هذا اللي ولانيكوس كام ديرتو بدوني بصل والبصل او ديرت ماشي ببصل اللي كون طيبو به بكسمو هذي كالطويل لتال جديد سميو احنا بججلية شعلوت دوكا هلا تدب البصل اللولانية وكلما تخدموا واحد غلفوا بالبابي فيلم باش يقعد الطريق وندهنوه بزيت زيتون دوكا نحيت اللولاني دوكا نجيب البصل ها هو البصل البصل الاخضر هذا نزيد الثانية نحط فيها زوج كيسمو زوج غنجا ونحط عليهم البصل بالطريقة هذي ونغلف بالتانية والا يعني سيوا هذي الوصفة والله العادي مناجحة مئة بالمئة ما كادر مضبوطة دي يخدم بها يعني راح يخرج له ما شاء الله و هاكدا كعدو كعدو دور علي هاكدا بش يجي تياب قد نقدش ما يتبش من ها حجيها حجيها ما يتبش وغالا قلبتو هاكدا دو كينا كلما نحي واحد نغلفو ونحط له زيت الزيتون نزيد ندير معاكم هادي ثانية ثمات ثالثة نطيبو اللولاني كيجي كيل غرايف مفتح شوفو ما شاء الله ها نحيوه ونزيدو الثاني حطو الباصل ها لا هاكدا ونغلفو دو كينا طيبت معاكم هادو ثلاثة دو كنكمل نطيب هادو كامل اللي ما زالوا معايا ونشوفوهم في صحن تقديم في الصورة الاخيرة يجا ما شاء الله والله العديم كامل اللي كلاو حجبهم هاكدا ونشوفوه في صحن تقديم ونروح ونشوفوه في ربوزة عندي هنا يلفت قشرتها وقطعتها نروح ونحطوها تفور ونحطوها هنا في الكوكوت نحسبنا على 10 دقايق تكون فائرة كبالة الزبدة نضيفها بالفرشتة ونضيفها بالفرشتة ونضيفها من الماء نضيف ملح ونضيف ملح ونضيفها بالفرشتة ونضيفها في الشكل النهائي ونرى المنو سوف يتعنا غروف تاعي واجد شوفوا كيف الجه جه محمر غاية ومنين وطري ما عندي مان نقول لكم معا ربوزة هاهي وزيد الزيتون حاجة لبرنا في هدو الأيام تعب برد ينهى ضراري صغار محبوش ربوزة وكلاوها سيواه والله أكيد رح يعجبكم مابقا لنقول لكم ديروا لي لايك إذا عجبكم الفيديو وإذا عمركم ما دخلتم للقناة دخلوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد اللي دخلوا جداد مرحبا بيهم واللي ما زالوا ما دخلوش وما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل الوصفات إن شاء الله نكون حسن ضنكم يا ربي وما بكالي غير نقول لكم السلام عليكم إلى وصفة أخرى إن شاء الله سلام